السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الخامس الابتدائي النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم مراجعة اختبار شهر اكتوبر لمادة اللغة الإنجليزية إن شاء الله هنحل مع بعض مذكرة المتميز لمستر محمود سعد جزاء الله خيرا ومستر مصطفى عوض وفقه الله وجزاء الله خيرا المراجعة إن شاء الله هتكون شاملة لجميع أسئلة منهج اكتوبر إن شاء الله بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمونا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يسيركم كل جديد بنقدموا إن شاء الله يلا نبدأ مع بعض هنبدأ بكوسترون 1 اللي هو ريد and choose the correct answer اقرأ واختر الإجابة الصحيح طبعا السؤال ده سنة 5 بنقرأ السؤال أولا وبنفهمه بعد كده نقرأ الاختيارات كلها لA وB وC وD وبعد كده نجاو محدش يقرأ ويختار على طول من غير بيبص ويتأكد من جميع الاختيارات علشان يجاوب إجابة صحيح بيقول لي إيه Would you like not coffee هل تود عايز أقول بعض القهوة ده سؤال إيه ده سؤال عرض إحنا بنستخدم إحنا طبعا كنا شرحنا أو في المنهج بتاعنا Accountable and Uncountable Nouns الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد وقلنا إن الأسماء التي تعد طبعا يمكن عدها وتجمع وتستخدم مع أدوات النكرة الآ والآن الأسماء التي لا تعد ولا تجمع ولا تستخدم مع أدوات النكرة الآ والآن طبعا هاتنا قلنا صام معناها بعض وإني معناها أي صام بتأتي في الجملة المثبتة وسؤالي العرض والطلب وإني بتأتي في الجملة المنفية آآ والسؤال بمعنى هل والآ والآن اللي هما أدوات النكرة بيجوا مع الاسم المفرد الذي يعد في الإثبات والنفي والسؤال أما صام وإني بتيجي مع الاسم المفرد الذي لا يعد والجامع الذي يعد بيقول إيه هنا ده سؤال عرضي بيستخدم مع صام بعض ولا إني أي ولا ميني العديد طبعا هنا بستخدم صام إن فوتبول بلايرز إن فوتبول بلايرز والفوتبول نقاط في كرة القدم اللاعبين بيرتدوا فوتبول إيه بوتس ولا جوجلز ولا تينيس ولا ولا طبعا آآ جلاصز يبقى طبعا هما بيرتدوا فوتبول بوتس اللي هو حزاء رياضي there is not water on the floor عايزة أقول يوجد there is معناها يوجد للمفرد we there are معناها يوجد للجمع طبعا there is بيجي بعدها اسم مفرد يعد أو لا يعد we there are اسم جمع يعد إحنا قلنا طبعا هنا عايزة أقول يوجد المياه on the floor على الأرضية دي جملة إيه is هنا جملة مثبتة أخد بالي بقى استخدم صام بعض إني أي آآ أو آن إحنا قلنا اللي الآن والآن بيجو مع الاسم المفرد الذي يعد أبص كده لقيت water لا يعد لا يعد وجملة مثبتة باستخدم صام يبقى باختصار باستخدم صام مع الاسم المفرد الذي يعد والجمع الذي مع الاسم المفرد الذي لا يعد والجمع الذي يعد في الجملة المثبتة وسؤال العرض والطالب لكن إني بتستخدم مع الاسم الذي لا يعد والجمع الذي يعد ولكن في الجملة المنفية والسؤال بمعنى هل زي ما هناخد دلوقتي طيب السؤال الاسم المفرد الذي يعد بقى الذي يعد ده باستخدم معاه الآ والآن في الاسبات والنافي والسؤال we play football أنا football احنا بنلعب كرة قدم في football pitch اللي هو ملعب كرة القدم نقل هل يوجد الرايس هنا ايه مفرد لا يعد يبقى باستخدم معاه is هل يوجد اي قرس هنا برضو اين احي بتستخدم في السؤال بمعنى ايه هل طبعا الفلاح استخدم ايه عشان يقطع به الخشب بالقلوز الملابس ولا الحان الدجاجة ولا الايكس البلطة ولا القلم طبعا استخدم البلطة اي اي ام باد نوت كرة اي احنا خدنا برضو باد ات معناه سيء فيه جود ات جايد فيه جود ات عظيم فيه بقى صباح هستخدم حرف جر ات واحنا قلنا ان جود ات باد ات جود ات بيجي بعدهم النون اللي هو الاسم او الفيرب زاد الاي اني جي the camel is عايز اقول الجمل جيد فيه عبر الصحراء عايز اقول الماشي احنا قلنا جود ات و باد ات برب اي اني جي او نون يبقى ووكينج اي ام جود ات ات انا جيد فيه يبقى بلايينج اللعب الشطران my children are great at great at their mom طبعا اطفالي هم رائعين في مساعدة ممتهم في المطبخ جود ات باد ات جود ات بيجي وراها النون او الفير بزاد ال i اني جي i'm great at squash انا جيد او رائع في السكواج because i know طلط لان انا اي كثيرا throw برمي ولا كيك بركل ولا practice اتضرب ولا sleep انام طبعا هي practice اطفالي اتضرب كثير eating a lot of fruit is اكل الكثير من الفواكه هو صحي healthy ولا unhealthy ولا bad ولا boring طبعا هو healthy صح بعد كده بيقول لي my favorite not is a chicken ايه المفضلة دي هو الدجاج الدجاج ده drink مشروب ولا food طعام ولا color loan ولا sport رياضة طبعا الدجاج ده food my favorite food طعام المفضل we don't have not onions احنا ما عندناش عايز اقول اي باصل عندي جملة ايه هنا منفية يبقى بستخدم طبعا معاها any any بتستخدم في الجملة المنفية والسؤال بمعنى هل مع الاسم الجامع الذي يعد والمفرد الذي لا يعد ما ينفعش استخدم some عشان دي جملة منفية ما ينفعش استخدم ايه او ان لان ده اسم جامع a not is a place in which we keep animals هو المكان اللي احنا بنربي في حيوانات هو الكيج القفص castle قلعة giant اللي هي عملاك ولا school المدرسة طبعا هو الكيج اللي هو القفص علي is very good at not بويمز عايز اقول العالي جيد في كتابة القصائد بويمز اللي هي قصائد يبقى writing لان احنا good at بيجوا راها الverb زاد ال i energy i am good at arabic نفس الحكاية انا جيد في كرات اللغة العربية يبقى i am good at reading i am bad at انا سيئ في الهانبول في قرة اليد ولا الرئيس الارز ولا الميت اللحمة ولا الفش السمك طبعا انا سيئ في الهانبول انا سيئ في قرة اليد هداية ملاك وان the bronze medal طبعا ان هي فازت وان هنا معناها فازت الماضي من وين فازت بالبرونز اللي هي البرونزية ايه بدل بدال ولا ميدال ميداليا ولا برايز جائزة ولا بوك كتاب اللي هي الميدالية البرونزية في الجولد او الجولد ميدال والفي البرونز ميدال والسلفر المياه المتسخة تجعل تستطيع ان يتجعل الاطفال وكبار السن يعم ايه المرضى ولا جود جيد ولا قائن عطوف ولا هابي سعيد طبعا ممكن تجعلهم مرضى نحن لا نستطيع ان نتنفس لان الهوى اسود وانه نضيف ولا فريش طازج ولا تكسيك سام ولا جود جيد طبعا احنا مش قادرين نتنفس كل الصفات دي كويسة مع احنا 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 لانا احنا احنا لانا بحب ايه لان انا جيد في عمل الرقلات العالية اللي هي رقلات عالية يبقى الرقلات العالية بتكون في التنس ولا الكاراتي ولا السكواش ولا الفوتبول اللي هي كرة القدم طبعا اي لاف كاراتي بليز من فضلك سيف مي فروم ديس نوت جايانت اه اه طبعا اه انقذني من هذا العملاق جايانت معناه عملاق ايه تيربل فضيع ولا سمول صغير ولا لتل صغير ولا نايس رائع طبعا هي تيربل جايانت العملاق ايه العملاق الفضيع نقطة ميكيشور عايز اقول ايه الخليط في طبق ايه طبق الخبز بور اللي هي معناه فقير ولا بور معناه صب ولا هت اضرب ولا ايت كل عايز اقول ايه ضع صب بالخليط فيه يبقى بور زمكتشور صب عمي عايز اقول بيعمل ايه البيض وبيبيعوه في السوق يبقى ايتس بيأكل ولا كلاكتس بيجمع ولا بريكس بيقصر ولا فيتز بيطعم طبعا هو بيجمع البيض وبيبيعوه في السوق هاو باوت وماذا عن نقط ان ابل مام وماذا عن هاو باوت هاو باوت ووات باوت بيستخدموا في الاقتراح والاتنين بيجي وراهم يا اما ناون اس او يا اما فيرب اي اني جي او فعل مضافل اي اني جي يبقى او انا مغمض اختار هاو باوت باينج نقط the basbusa in the oven for 30 minutes عايز اقول اخ اطبخ او اخبز الباسبوسة في فرن لمدة 30 دقيقة يبقى بورصوب ببيك اخبز قط اقطع ولا لقيت كل طبعا هي ببيك اللي هي معناها اخبز بعد كده بيقول لي عمري is bad at not french عايز اقول عمري هو سيء في تحدث اللغة الفرنسية بدأت والفيرب اي اني جيبها بدأت speaking i would like not orange please انا اوضع عايز اقول برتقال هنا برتقال ايه مفرد يعاد مفرد يعاد يبقى هنا هستخدم مش هنفع هستخدم صم ولا ان لان اني بتجي مع الاسم المفرد الذي لا يعاد والجامع الذي يعاد انه صم لتنين بيجو لتنين معدول اما هنا مفرد يعاد بستخدم يا اما اا يا اما اان دوات النكرة طبعا الاسم اللي عندي بيبدأ بصوت طبعا اا متحرك يبقى ان اورنج ريم is bad at ريم سيئة في قلنا بيرباينجي بقى دروينج تيرن نوت زا اوفين تو جيت ات هوت عايز اقول ايه عايز اقول شغل الفرن علشان ايه تحصل عليه سخنا عشان تسخنه يبقى ايه تيرن اون تيرن اون معناها يشغل i am good football عايز اقول انا جيدة في قرة القدم هي طبعا حرف جر at good at اللي هي جايد فيه to not is to pick up something quickly ان انت تعمل ايه ان انت تلتقط شيء بسرعة tob يقطع grab ينتزع buy يشتري run يجري يبقى to grab تنتزع what sport are you good not ايه الرياضة اللي انت جايد فيها هيبقى good at جايد فيه to cut something means to not it ان انت تقطع شيء معناه ان انت تعمل ايه boil تغلي ولا mix تخلط ولا chop تقطع ولا do تفعل طبعا هنا chop what are you bad not عايز اقول ايه اللي انت سايق فيه برضو bad at we buy and sell things at the احنا بنشتري وبنبيع الاشياء فين في الماركت السوق ولا hospital مستشفى والقلاب النادي ولا school المدرسة هي الماركت اللي هي السوق محمود is good at not tennis عايز اقول محمود جايد في لعب التنس good at و bad at by verb i ng playing a and not is a glass building مبنى زجعجي used for growing plant بيشتخدم لزراعة النباتات هو school مدرسة suit البدلة ولا green house الصوبة الزراعية ولا form طبعا هو green house in karate players wear في لعبة الكاراتي اللعبة بترتدي ايه suits بدل ولا googles نظارات ولا short short ولا glasses طبعا هي بترتدي suits اللي هي بدل طبعا رياضي نقطة means to bake something up quickly معناه ان انت تلتقط شيء بسرعة sale يبيع grab ينتزع shop يقطع ولوات ينتظر طبعا هي grab people swim in a swimming نقطة الناس بتستحمي في ايه السباحة see بحر lake بحيرة pool حوط استحمام او حوط سباحة river نهر طبعا هي swimming pool اللي هي حمام السباح بعد كده نقط ايه the syrup over basbusa هو الشراب اللي بيكون على البسبوسة sorry نقط عايز اقول صب الشراب على البسبوسة يبقى ميك اصنع بيك اخبز بور صب قط قطع يبقى بور صب الشراب على البسبوسة ده طبعا في الدرس اللي هو how to make basbusa ازاي تصنع البسبوس in tennis players use not balls في لعبة التنس اللاعبين بيستخدموا نقط بولز كرات ايه كارات ايه ولا جوجلز ولا تنس ولا فوتبول طبعا هم بيستخدموا تنس بولز اللي هي كرات التنس never throw ابدا never هنا معناها ابدا بيبدأ بصيغة الامر المنفي باستخدام never ابدا لا ترمي نقط in or near a lake or beach ما تربيش ايه في او بالقرب من بحيرة او شاطئ water may plants نباتات كاربيج اللي هي قمامة close ملابس طبعا never throw garbage what are you bad not عايز اقول انت سايق في ايه طبعا هي بادات a not is a very large strong building هو مبنى قديم وقوي هو الكاسل قلعة قوين عملة معدنية كيت جي كافس ولا باك حقيبة طبعا هو الكاسل i'd like not apple please انا اودي تفاحة هو طبعا هنا i'd like دي اختصار الابو الصرفي دي اختصار الود i'd like an apple ليستخدمنا an اولا ما استخدمنا صام واني لان صام واني بتدي في الجملة طبعا بتيجي مع الاسم المفرد الذي لا يعد والجامع الذي يعد اما ده اسم مفرد يعد يبقى بنستخدم an استخدمت an لاني طبعا عندي الاسم بمدأ بفاول صوت متحرك when the air is dirty عندما يكون الهواء متسخ او قدر we have problems with نقط بيكون عندنا مشكلات مع الايه breathing تنفس listening السام ولا reading القراءة ولا writing الكتابة طبعا breathing use a not to cut the watermelon استخدم ايه عشان تقطع البطيخة knife السكينة سبون ملعقة فورك شوكا ولا بليت طبعا طبعا النايف نقط هنا ده ايه طبعا سؤال ايه سؤال طلب في اللفظ بتاعه كده سؤال طلب طبعا التنس لعبة التنس بتلعب فيه pool حدث حمام سباحة ولا كارت فناء ولا بيتش ولا ديسك طبعا هي تنس كورت او طبعا هي بتلعب فيه تنس كورت وطبعا football pitch swimming pool safe is very good at safe جيد فيه نقطة poems عايز اقول safe جيد في كتابة الايه في كتابة القصايد احنا قلنا good at و bad at there by ing not the ingredients انا بيجبول by hand باليد عايز اقول له ايه عايز اقول له اخلط المقادير في اناء واسع او كبير by hand باليد mix خلط ردك رأت دي تايد دي سوري رتب play العب طبعا هي mix منجوز المانجا not in Egypt في مصر grow تنمو ولا fly بتطير ولا ميك بتصنع ولا سوم بتسبح طبعا هي grow not useful information with others عايز اقول معلومات مهمة مع الاخرين هتعمل كور رائع ولا share شارك ولا ميلت يوذيب ولا run يجري طبعا هي share شارك معلومات مفيدة مع الاخري بعد كده بيقول لي we play squash in the منلعب سكواش في البلاي جراوند الفناء ولا البيتش ولا الكورت ولا السكاي يبقى we play squash in the كارت not is a very big person شخص كبير جدا هو البيب طفل رضيع طفل جاينت العملاق ولا كيت طبعا هي جاينت a bad dream is cold الحلم السيء هو nightmare الكابوس وطبعا راكت يعني صاروخ we green house صوبة وزراعية واب والكرة monkeys are good not climbing trees عايز اقول الكرة ده هي جيدة في تصلك الأشجار يبقى good at عمر سيء في تحدث اللغة الفرنسية بدأت verb ING يبقى speaking to cut something means to not it عشان تقطع شيء معناه ان انك تشوب تقطع how about not mangoes مماذا عن اكل المنجا احنا قلنا how about what about يا اما نون يا اما verb ING معايا eating i am good at reading انا جايت في القراءة but i am not drawing عايز اقول هنا ايه but معناها لكن تربط جملتين في تنقض طبعا او متنقضين واحد جايت فيه بقى التاني بدأتي بقى انا جايت في القراءة ولكن سيء في الرسم not useful information with others احنا قلنا طبعا ان هي share شارك we buy and sell things as احنا بنشتري ونبيع الاشياء في الماركت اللي هو الماركت اللي هو السوق i went to the zoo yesterday انا ذهبتي لحديقة الحيوان بالامس انا يسو اليفانت اقول شفت حيوائح شفت الفيل او شفت فيل ما ينفعش صام ما ينفعش اني لان طبعا ده اسم مفرد يعد باستخدم معايا اما اه او اه ان هنبقى استخدم اه هده ملاك كارد ايجبشن نقط هي حملة الايه المصري الباج الشنطة فلاج العلم هاند باج حقيبة اليد ولا الست كيس حقيبة صفر طبعا هو الايجبشن فلاج اللي هي حملة العلم المصري انا بحب الشوكولاتة نقط عايز اقول ايه اللي بتجي في نهايتي الجملة المثبتة اللي هي معناها ايضا واخد بالي الاربع نصق بتاعهم ولكن معناها ايضا معناها لكي اللي هو نمبر 2 رقم اتنين وطو معناها اصبع القدم بستخدم ايه عشان نلعب سكواش سود بدلة راكت مضرب جوجلز نظارة ولا جلاسز لان نظارة طبعا بستخدم راكت الملك والملكة بيعيشوا فين بيت بعد كده بيقول لي لاتس جو تو نوات تيتش خلينا نذهب الى ايه ملعب ايه السيلنج لبحار سويمنج سباحة فوتبول اه كرة القدم ولا كرة ايه طبعا هو الفوتبول بيتش وي نيد نقط احنا محتاجين ايه افتر اور بلانت ان احنا نعمل ايه بكوكبنا اه طبعا هي وي نيد طبعا لوك ولا لوكس ولا تولوك ولا لوكينج طبعا وي نيد تولوك اور تولوك افتر اور بلانت احنا محتاجين ان احنا نعتني اه بكوكبنا بعد كده اقرأ وقعد الترتيب لكي تكون جمل عندي طبعا السؤال ده بقرأ الكلمات اولا وبعد كده ببدأ بالكلمة اللي هي بتكون تحتها خط لان دي بتكون بداية السؤال وابدأ بقى اكون سواء هو سؤال او جملة خبرية بعد كده بيقول لي ايضا وهو باوت ماذا عن عايز اقول ماذا عن يبقى بلازم اجيب وراها ماذا عن شراء سم بعض وقرأ كده الجملة بعد ما اجاوبها اشوفها تركبها كده صح بس معها اما سمعتها سمعتها صحيحة ولا فيها خطأ هاو باوت سم باين هاو باوت باين سم لي من زتو واكتبها بقى الجملة كده على النقط كده هاو وانا بنقل انقل صحيحة سنة خامسة هاو باوت باين ما نقلش كلمة ما كان كلمة هاو باوت باين جسام ليمانز تو وحط اللي هي علامة الاستفان السؤال الثاني يو انت سم بعض لايك يو وات ود هي هل وبانانز موس هي طبعا سؤال يبقى ود يو لايك هل تواد سم بانانز بعض اي الموس ود يو لايك سم بانانز اقرأها كده واسمع صوت واجينا ايلها على اي على النقط ميكس يخلط بسبوسة يجب 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 عليك يجب 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 شود لازم يجي وراها اهي شود معناها يجب ان بيجي وراها انفينيتف اللي هو فعل في المصدر يجب يجب ان انت تخلص اللي هي ايه اللي هي بسبوسة اللي هي مقادير البسبوسة باي هند بال ايه باليان بعد كده وانت يشتري باي وانت يريد باي يشتري بينزفول دو هل يو تو يو يبقى دو هل هل ايه دو يو هل هل انت وانت تريد دو يو وانت هل تريد ايه تو ان انت باي تشتري دي سبينز هل تود شراء هذه انت بتنقل ما تسيبش ايه ما تحطش الشرطة تاني يعني مسلا في الجملة دي اقول ايه زير على طول كده يعني يعني ايه يعني انا كده ما حطش الشرطة هنا ما حط الشرطة كده لأ لأ انا ايه انا اعز اقول ايه ايه الرياضات اللي احنا عندنا في مصر يبقى ايه اضافات يبقى pools are where we go swimming عند سبورت رياضة you انت are و at what اللي هي ما وماذا وجود يبقى وقت عايز اقول ما الرياضة what سبورت ما الرياضة اللي انت are you what sport are you good at what sport are you good at بعد كده بيقول to try ان انت تحاول I like sports new يبقى I like انا احب ان انا اجرب to try new sport ما اقول ش sports new انا احب ان اجرب رياضات جديدة ما اقول ايه سنة خمسة ما اقول ش sports new لان احنا قلنا ان الصفة تصف الاسم وتأتي قبله يبقى I like to try new sports عندي at وعندي bad what اللي هي ما وماذا you we are with sports عايز اقول ايه ايه الرياضات اللي انت سيء فيها يبقى sports الرياضات are you bad at يعني السؤال ده الرياضات اللي انت جايد فيها السؤال ده الرياضات اللي انت سيء فيها عايز اقول ان هنا bad سيء playing لعب i am at وتنس عايز اقول انا سيء في لعب التنس i am bad at والفعل في ال i n g والاسم i am bad at playing tenis wanted اراد جاك سيء يبيع كاو البقرة تو وزا يبقى جاك اراد جاك wanted اراد ايه تو تو انه ايه سيء يبيع ايه هيبيع البقرة يبقى جاك wanted تو سيء ده كاو جاك اراد ان يبيع البقرة بعد كده بيقول ايجز بيض زي هم sold باعوا تو باي اشتروا زافود الطعام جولدن يبقى احنا هنقول هم sold باعوا باعوا ايه الجولدن ايه زا جولدن ايجز اللي هو زا جولدن ايجز اللي هو البيض الزهب ليه تو باي فود علشان يشتروا ايه طعم يبقى زي sold عندي باسبوسة و اوفن الفورن فور وباك اخبز و ان في منت و ثارتي يبقى عايز اقول اخبز باك زا باسبوسة اخبز الباسبوسة ان في زا اوفن الفورن اخبز الباسبوسة في الفورن فور ثارتي منت لمدة تلاتين دقيقة like احب and why i fish و chicken يبقى انا احب بحب الفش السمك and chicken الدجاج او chicken and fish مش هتفري يبقى i like fish and chicken او i like chicken and fish عندي هاف يعمل please و do هل carrots so any عايز اقول هل انت تملك اي اي جزر من فضلك يبقى do you do you have هل لديك any carrots please هل لديك كلمة please دائما بتأتي في نهاية الجملة او في نهاية السؤال لو ما قال لش ابدأ بplease بتجي في نهاية الجملة او في نهاية السؤال time وقت فوتبول قرة القدب one two you read and what ما وماذا do play يلعب you يبقى what what am انت بتلعب فيه كرة قد what time what time ما الوقت do you want to what time do you want to play فوتبول ما الوقت اللي انت بتريد فيه لعب لعب كرة القدب you انت are what at good عايز اقول انت جيد فيه what are what are you good at what are you good at good و at sport you what are عايز اقول ما الرياضات اللي انت جيد فيه what sport what sport are you good at what sport are you good at عندي playing لعب و i am an bad say at في tennessee يبقى انا say في i am bad at bad at بيجو ورا الفرب ان يجيب playing tennis i am bad at playing tennis chipped قطع jack اللي هو jack bean stock اللي هو وصاق الفاصول the down يبقى chipped down the bean stock بعد بعد كده at writing i am good poems ايبا عايز اقول انا جيد في كتابة القصائب حيقول ايه i am good at والverbo in g writing poems i am good at writing poems my brother is at good عايز اقول اخو اخد بالي ان قبل ما استخدم good at باستخدم قبل ها verb to be بقى الفاعد وبعد كده بجيب الاسم او بجيب الverb i n g بعد كده بيقول play اللي هي معناها يلعب play وفوتبول كرة القدم و let's هيا بنا later عايز اقول هيا بنا نلعب يبقى let's play لان هيا بنا بجوار ال infinitive let's play football later خلينا نلعب كرة القدم دي لاحقا بعد كده بيقول like يحب would يود طبعا هي yunis lunch for meat يبقى yunis would like yunis يود يود اللحمة او بيحب اللحمة for lunch على الغد yunis would like meat for lunch like you what would عايز اقول ماذا تحب او ماذا تود what would you like what would you like garden حديقة منجوز منجا we نحن in our grow يبقى عايز اقول احنا we grow بنزرع منجوز in our garden بنزرع منجا في حديقة our with tennis we نحن play يلعب where حيث courts يبقى courtes our courtes are where الملاعب دي بتكون حيث we play tennis courtes or we are where we play tennis بسبوس my is to think big favorite عايز اقول ايه my favorite thing شيء المفضل هو ايه is too big بسبوس انا نعمل بسبوس my favorite thing is too big بسبوس بعد كده بيقول this هذا from men save انقذ terrible فضيع me ana giant يبقى يقول save me انقذ me from men this save me sorry دي three save me from this terrible giant انقذ من هذا العملاق الفضيع save me from save me from this terrible giant عندي watching مشاهدة karate و i انا احب kung fu and يبقى اذا اقول انا احب احنا قلنا love بيجو ارى الفرب اي نجيب i love watching karate بحب مشاهدة القراتي و and kung fu i love watching karate and kung fu بعد كده بيقول taekwondo ملك ملك egyptian player hidayah is famous يبقى هداية ملك ملح is is a famous is a famous egyptian taekwondo player هي لاعبة taekwondo مصري تاني تاني هداية ملح is a famous egyptian taekwondo player بعد كده question three اللي هو السؤال التالت read and fill in the gaps with words from the list اقرأ واملأ الفراغات من الكلمات اللي في القائمة احنا السؤال ده بنقرأ القائمة الكلمات الاول وبنعرف معناها وبنترجم معناها كده في دماغنا وطبعا بنقرأ بعد كده القطعة كلها على بعضها وبعد كده نجاوب طبعا في اسئلة بتكون سهلة بنجاوبها كده على طول وفي اسئلة بعد كده بتكون محيرة بدل بقى افكر فيها لحد ما حلها ما احلش على طول لان ممكن اخطأ يا سنة خمس باد معناها سيء جيم معناها لعبة معناها ملعب لعب سكواش اللي هي رياضة السكواش طبعا رياضة المفضلة هي السكواش اكتب كده عليها على النقط انا دايما بلعب لعبة كده آآ بلعب كده بلعب لعبة مع اصدقائي واكتب هنا بقى ايه آآ واكتب هنا طبعا جيم كمان بحب الابحار ولكن انا سيء اكتب هنا ثري واكتب هنا باد سيء في جيد في اللعب التنس ولكن سيء في السباح بعد كده سؤال الثاني هكمل بتشيكل شوكولات بصل مانجو مانجا صحي والسارس فابوريت انه فضل عند سارا ايز مانجو هي هي المانجا واكتب هان هاي عنكل هذا مانجو عما عنده ايه مانجو ايه ان هاي جاردن طبعا مانجو تري شجرة مانجو في حض يكتب بيزرع بعض الخضروات تماطم البطاطس وكمان البصل هي بتحب تاكل ايه ولكن طبعا اكل الكثير منه جر صحي طبعا هي بتحب اكل الشوكولات اللي هو الشوكولات بعد كده بيقول بقرة فاضي او معناها مجانا او حر اللي هي يشتري جاك زهب ليبيع البقرة بتاعته باكتب عن ناط زهب ليبيع البقرة في السوق قاب الراجل عجوز الراجل ده كان معه حبوب كده مميز special beans هو كان عايز جاك ان هو يشتري هم هو قال له ان الحبوب ان الحبوب دي هتخلي غني جاك بود تبين ز ات لاست ويجاك اشترى الحبوب في النهاية بعد كده هنكمل بسيل الابحار سكواش اللي هي رياضة السكواش مشاهدة معناها عظيم لارا بتكلم لنا بتقول لها قايت لها عايزة تقول لها انت بتشاهدي ماذا تشاهدي قايت لها عايزين بقى نشوف ماتش ايه انت بتحب السكواش وهي كانت بتشاهد ماتش سكواش قديم هل انت بتحب السكواش قايت لها سكواش سكواش عايز صفة بقى انه ايه انه مفروض سكواش لان سكواش صفة ملكية اما سكواش المفضلة لدي طبعا المحادسة لازم كنت تقراها كلها على بعدها علشان ان انت تقدر ان انت تجاوب لان انت كممكن تطلع بط وتستخدم لان انت عندك هنا رياطين سكواش ممكن الناس تستخدم هنا وتبقى خطأ لازم اكمل قراءة القطعة او المحادسة كاملة عشان مبدل اجابة مع اجابة تانية السؤال اللي هنكمل بجريبس اللي معناها عينب what how about ماذا عن وصنبا اللي هو البائع بيكلم لنا بيقول لها هلو نقط you like some bananas عايز او لها هل تودي would you like لازم نكامل اجابة شكرا i would like some انا عايز بعض العنب لها not buying some cards اللي بيجي هاو about how about buying some cards اجابة yes please how about buying some oranges وماذا عن شراء بعض البرتقال اجابة no thank you i would like some apples انا اريد بعض التفاح بعد كده هنكمل بكيك اللي هي كيكة ودليش اصل اذيذ يزرع ودرنك مشروبات او يشرب وككتيل المنجا بتنمو في مصر نستطيع ان احنا نصنع الكسير من ايه والاطباق منها احنا بنعمل كمان ايه منجو جوس او ايه جوس طبعا نعمل صلات الفاق ونعمل ايه كمان منه يبقى تم في مصر نعمل الكسير من المشروبات والاطباق بها نعمل ايه كمان عصير منجا ايه لذيذ او عصير الكوكتيل طبعا او كوكتيل جوس نعمل 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 صلات طبعا كده صلات فواكه او او كيكا طبعا بالمانجا بعد كده هنكمل بكلاب نادي سبورت رياضات فوتبول كرة القدم تنس والليه التنس وبلاين احنا بنشاهد مباراة سكواش انا بحب السكواش انا جيد في ايه ايضا انا جيد في لعب كرة القدم ايضا اخويا جيد في لعب التنس طبعا المفضلة لديها هي الابحار والقرة اليد اخويا وانا بلعب من الرياضيات في النادي في مصر لدينا فوتبول نومبر وان تو تنس ثري كلاب وفور سبورتز بعد كده هنكمل بصام اللي هم معناها بعض وانت يريد اي باين شراء ابل تفاح نادا ومام بيشتروا ايه بيشتروا طبعا ايه ومانج بيشتروا طبعا ابل بيشتروا تفاح ومانج ده نومبر وان نادا اللي هي وود لايك ناط كار نادا تريد بعض التفاح طبعا لجملة مزبتة بنستخدم فيها سام مام بتريد يبقى مام بتريد طبعا بعض العنب والاناناس مام بتسأل عن شراء بعض السمك ايضا نادا متحمسة وبتقول لني ده شيء عظيم بعد كده هنكمل ب جوكل وكورت وبول ولا كنجفو أنا بذهب لي حمام سباح لو أنا عايز أسبح أنا بعمل ركلات عالية في الكونجفو بلعب تنس في ملعب تنس بلعب بستخدم نظارات السباحة عشان أذهب إلى السباح بعد كده هنكمل بمثال اللي معناها معدن واخد بالي من ميتال وميدال اللي هي معناها ميداليا اخد بالي من الاتنين دول عشان ما اطلق بطش سنة خمس بتتضرب ميدال ميدال عمر جواز هداية ملاك ميدال ميدال هي فازت بميدالية البرونزية ريو لميدالية وميدالية بميدالية ساكستين هي هنكمل بطش تتضرب بجد لأنها عايزة تفوز بميدالية زهبي بعد كده هنكمل بلتل قليل جرو يزرع تشيكين دجاج غير صحي شوكولات اللي هي الشوكولاتة بيقول ايه اي لوف الشوكولات انا بحب الشوكولاتة بط ولكن ايتس ايه ايتس انهلثي هي غير صحية يجب ان احنا ناكل ايه خضر والفكهة طبعا صحي يبقى طبعا نمبر تو يجب ان احنا ناكل القليل منها لان هي انهلثي غير صحية اهويا طبعا بيحب الطعام الصحي هي لايكس بيحب الدجاج طبعا اه والفش والسمك فروتس ان فيجتابولز الخضر والفكهة صحيين انا بحب المانجا اي لوف مانجو بحب المانجا وي كانجرون نستطيع ان احنا نزرع مانجو تري اه ان اور جاردن في الحديقة بتاعي بعد كده هنكمل بماتش اللي هي معناها اللي هي كثير او ممكن هتستخدم في السؤال دلوقتي كم سمن مارك السوق وبينز اللي هي الحبوب الفصولي او الفول جو يذهب فبيقول له where did you not عايز اقول له اين تذهب لاني جاوب هنا باي وينت انا ذهبت شوف انا عرفت منين ان هي جو لما عرفت طبعا كملت السؤال اي وينت تو انا ذهب فين طبعا للسوق what did you buy اشتريت ايه قال له i bought some beans اشتريت بعض ايه الحبوب الفول او الفصولي how not did you pay how much كام التمن اللي انت دفعته قال له i paid 10 باونز دفعت عشرة بعد كده كوستشان number four read and match اقرأ وايه وصيل طبعا احنا بنقرأ العمود الاول اللي هو ايه وبعد كده بنقرأ العمود بيه وبعد كده نحاول ان احنا نوصل في اسئلة برضو زي ما قلت قبل كده بتكون سهلة بنجاوبها على طول و بعد كده الاسئلة اللي هي طبعا احنا متحيرين فيها نحاول نجاوبها بالراحة علشان ما نخطأش في الاسئلة سنة خمسة هداية ملاك ايز افيموس طبعا هي ايجيبشن تايكوندو طير لعابة تايكوندو مصرية مشهورة يبقى هي بيه طبعا نكتب هنا بيه طبعا دي حاجات طبعا اه مياه او اه طبعا اماكن مياه تلوس المياه ممكن يقتل الكائنات الحية دي وفر المياه على قدر المستطاع بعد كده بيقول لي هما جايدين يبقى بعد ما ارده عرفت ان الاجابات بتاعتهم بقرأ العمود ده الاول والعمود ده وشوف الاجابات اللي فيه وحاول بقى بعد كده وفع الاجابات ايه هي رياضات انا عندي هنا سؤالين وهنا سؤالين ولكن شو بقى السؤالين اللي انا هاخترهم ايه هي رياضاتك المفضلة ماشي اللي انت جايد فيه انا سايق في التايكوندو لان انا ما بتدربش كتير انا بلعب كرة قدم في فارق فارق. بعد كده انا بتناول بيض مغلي او بيض مسلوق طبعا على الافطار طبعا هي بتود اناناسا وبرتقالة. الشوكولاتة دي طعام المفضل اللباتات والاشجار بتسمى المنتجة طبعا دي في الفوديتشين اللي هي السلسلة الغذائية. بعد كده بيقول لي فوتبول بيتش اللي هو اللي هو طبعا ملعب كرة القدم. اللي هو ايه? this is where i بليفد. حيثو. وير يعني حيثو? حيثو العب كرة القدم يبقى C. اه تينيس كورت اللي هي ملعب التينيس. this is where i بلاي تينيس. حيثو العب التينيس اللي هي D. طيب سويمينك بول. this is where i go سويمينك. حيثو اذهب الى الايه? السباحة. طيب الراكت اللي هو المضرب. this is what i used to play squash. ده ده الشيء اللي هو باستخدمه. what i use? الشيء الذي استخدمه يبقى بي. لان راكت ده مش مكان. ولكن ده ايه? ده شيء. بعد كده بيقول لي are there any tomatoes? هل يوجد اي طماطم? هيقول لي yes there are. اجابة are there? yes there are. اللي هي D. I am good at. انا جايت في playing football. اللي هي ايه? لعب كرة القدم. a nightmare is a bad dream. الكابوس ده هو حلم موزعج او سيء. turn your oven on. اه طبعا بيقول له هنا شغل الفرن بتاعك. to get it hot before baking a cake. لكي تحصل عليه ساخرا قبل خبز الكيك. كي يبقى بي. what sports? الرياضات. ده سؤالها وانا عنديشها لسؤال واحد. do we have in Egypt? اللي هي عندنا في مصر. بعد كده بيقول لي to grab means. ان انت تنزع كده معناها. to bake something up quickly. ان انت ترفع شيء بسرعة. اللي هي to grab. تنتزع. see. when we cut something down. عندما نقطع شيء يبقى we chop it. احنا بنقطعه. ليا بي. a giant is. العملات ده هو a very very big person. شخص شخص طبعا كبير او ضخم جدا جدا. the castle is a very large. القلعة دي هي اي ضخم? building built a long time ago. هي مبنى ضخم بنية منذ وقت طويل. اللي هي a. بعد كده بيقول لي too much chocolate. الكثير من الشوكولاتة. ماله is unhealthy. طبعا ده غير صح. اللي هي بي. is unhealthy. we buy fruit. احنا بنشتري الفواكه. have the market. من السوق. اللي هي دي. chicken is my. الدجاج ده. is my favorite healthy food. طعامي الصحي المفض. my dad. بابا. طبعا grows lemons in our garden. بيصير علينا لمون في الجنينة او الحديقة. what's your favorite? ما هو ايه? فطعامك المفضل. what's your favorite food? ما هو طعامك المفضل اللي هي c. بعد كده بيقول لي giant اللي هو العملاق. الجينت اللي هو ايه? a very very big person. شخص طبعا ضخم جدا جدا. بي. grab دي تعريفاتها هي. grab to pick something up quickly. ان انت تنتزع الشيء بشيء. تنتزع يعني تسحب كده او تشد شيء بسرعة. اللي هي قلعة اللي هي 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 مبنى كبير وضخم كده بنية منذ وقت طويل. ديم. هنا معناها اللي هي تقطع شيء ما تشوب معناها يقطع كيج كفص. صندوق كده او او صندوق بنه ربي فيه الحيوانات اللي هو اه الكيج الكفص. طبعا رقم سؤال الترقيم ده سؤال مهم جدا. يعني رقم ده اللي بيعرفني شكل الجملة الصحيح. اول حاجة اول حرف في الجملة لازم يكون يعني حرف كبير. اخر الجملة بيكون فلسطوب. طب ايه اللي بيعرفني? ايه الفرق ما بين الجملة اللي بتنتهي بفلسطوب والسؤال اللي بينتهي بيه الجملة تبدأ باسم او بتبدأ بضمير اللي هي الجملة الخبرية. وكمان ممكن تبقى او وكمان ممكن فيها اسماء الاشارة. دي طبعا بتكون بداية الجملة وعندي جملة امرية اللي هي الامر المثبت والامر المنفي لما قل لك مسلا افتح الباب او لا تفتح الباب طبعا دي كلها جمل بتكون جمل اه اخرها اللي هي النقطة. اما السؤال بيبدأ بفعل مساعد او فعل ناقص اللي هو كان طبعا الافعال المساعدة اللي احنا اخدناها سنة خمسة اللي هي ام او از او ار اللي هو اللي هو طبعا في المضارع عندي في الماضي. ده فعل مساعد برضو بيبدأ بيه الجملة يبقى ده كويس عشان ماركي سؤال عندي دو عندي داز عندي ديد اللي هي اه دو داز في المضارع ودد في الماضي عندي هاف عندي هاز عندي هاد ده كل ده السؤال لو بدأ لو الجملة بدأت باي حاجة من اي كلمة من او اي فعل من الافعال ده يبقى ده طبعا كويس عالم استفعال طبعا لو لو بدأت بكان لو بدأت مسلا بود لو بدأت بوال ابردو احط برضو كويس عشان ماركي لان ده فعل نقص برضو بيكون سؤال بمعنى هل ولو جالي بقى الادوات الاستفهام الشهيرة سنة خمسة زي اللي هي اي ادات استفهام اي ادات استفهام ده برضو بيكون ايه بيكون اللي هو السؤال وبيكون اخر عالمة استفهام ناخد بنا من اللي هي الحروف الكبيرة زي مسلا اسماء الاشخاص جالي اسم شخص بحطه بحرف كابتل اسماء المدن زي جيزة مسلا وكايرو اسماء الدول زي ايجبت كل ده بحرف ايه بحرف كابتل طيب اقول ايه منجوز جرو ان ايجبت انا عندي الام كابتل احط كده الام وحطه تحتها وكمل بقى بقيت الايه بقيت الجمب منجوز جرو طبعا ده فعل عادي خالص او ان في حرف جواب ايجبت اللي هي مصر لان طبعا دي اسم دولة بتكون بحرف كابتل وطبعا بصتت في الجملة لقيت هنا بدأ باسمي بقى بتنتهي بفلسطوب شكل الجملة بيكون كده في التركيب طيب علي ابدأ اكتب بقى الايه بتاعت علي وبعد كده طبعا اه دي صفة وده فعل والايس كريم ما بنحطش طبعا بحرف كابتل والاخر والاخر طبعا فلسطوب لان انا بدأت الجملة بايه بعد الشكل بقى يكون كده هنبدأ بقى نحلم مع بعض كده بسرعة اه اه بقيت بقى الجمل زي ما حلنا كده طبعا هنا الو لازم تكون بحرف كابتل اللي هي دي طيب لاني بداية بداية تلقي الجملة طبعا انا عندي الايه بتاعت احمد برضو بحرف كابتل وعندي طبعا هنا هنحط طبعا هنا هنحط طبعا هنا هنحط ليه لان انا بدأ السؤال عندي بفعل مساعد اول حاجة لشيك بيز السيات السي كابتل والابستورو في بتاعت اارنت بقى عندي بقى اارنت ازنت دونت دازنت وزنت وارنت كل ده الابستورو في اخد بالي منها وبعد كده الو بتاعت عمر والاخر طبعا فلسطوب لاني بدأت بيه طبعا اسم الايه اللي هو الضمير ايه ناخد بالنا من الضمير ايه في بداية الجملة في منتصف الجملة في اخر الجملة لازم يكون حرف كابتل والابستورو في بتاعت الايه ايام ايام جود ات بلينج باط في كما كده بتكون قبل باط وعندي الايه والابستورو فيه والاخر فلسطوب لاني دي جملة شكرا على مساعدتي يا جاك طبعا هنا جاك هنا اسلوب نداء اتي بتاع ثانك وقام هنا قبل جاك لاني دا اسلوب نداء والجاك بتاعت جاك والاخر فلسطوب اي دونت جو تو سكول ام فرايدي انا لا اذهب الى المدرسة يوم الجمعة الايه طبعا والابستورو فيه بتاعت دونت والاف بتاعت فرايدي هنا جاهزة هي والاخر فلسطوب طبعا لو لقيت بقى الاف دي سمول اعملها كابتل الاطباق اللي انت تقدر تعملها بالتفاع وطبعا ده بادة استفهام يبقى علامة استفهام سارا بترتدي البوتس بتاعتها علشان تلعب قرات قدم الاس بتاعت سارا كبيرة كده والاخر فلسطوب لاني طبعا عندي بدأ بايه بدأ باسم الاس طبعا بتاعت سليم والاخر فلسطوب لاني طبعا دي هنا ايه دي جملة بتبدأ بايه باسم جملة خبار ايه وبكده نكون وصلنا للهاية فيديو النهاردة ارجو اننا اكون قدرت اساعد ولو بحاجة بسيطة كل الشكر والتقدير طبعا للناس اللي تعبد في العمل ده تمنياتي بدوم التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة